هل سفراء العرب الآخرون كانوا يعانون من نفس المشكلة؟ كلهم كانوا يعانون من عدى السفير السوري يعني السفير اليمني، السفير المغربي، السفير الجزائري، السفير الكويتي، السفير البحرين، الإمارات كلهم كانوا يعانون ويشكوا لي، يشكوا فيما بيننا ولكن لا يواجهوا السفيران كانوا يواجهان السفير الجزائري والسفير الأردني فقط كان السفير الجزائري يقول لهم إن كنتم أنتم إمبراطورية فارس فنحن بلد المليون شهيد كان في مواجهة أنا كنت مواجه لما هم يعتدوا بالكلار كانت مشكلة مع علاقات النظام مع هذه الأنظمة الأخرى أو هذه الدول الأخرى أو ماذا؟ هم عندهم مشكلة أنهم لا ينظروا السوري علاقتهم في عظيمة السوري أنا هنا لمحة بس السوري قال لي إذا أردت شيء من الإيرانيين فقل لي فقلت له أنا لا أفعل ذلك لأنني لست سفيرا عندك وليست أنت الوسيط أنا أتكلم معهم مباشرة لماذا أنت أتكلم معك أنت؟ أنا لا أقبل على حالي أني أوصت سفير ليتكلم إذا أرادونا فلتبقى العلاقة وتستمر وتتحسن إذا لم يريدوا فليغطعوا العلاقة هناك تحالف استراتيجي مكتوب وسياسي وعسكري وأمني وكل جوانبه من تلك الأيام طبعا ظهر في الأزمة الأخيرة في سوريا من 2011 إلى الآن وجود القوات الإيرانية الآن في سوريا وميليشيات التي تأتمر بأمر إيران فهذا هو الوضع السفراء كلهم كانوا يشكوا لكن كانوا يبتلعوا كلامهم يبتلعوا ألسنتهم لا يريدوا المواجهة لأسباب كل دولة لها طريقتها طبعا بعضهم لأنه هو معتاد أن الدبلوماسي يأخذ ولا يعطي وأنا بالنسبة لي لا يتماشى هذا مع شخصيتي أنا أرجع لدولتي في أمر لا أعرفه أما في الأمر الذي أعرفه عاجلي أن أجيب وأن أمثل الدولة أنا كنت أعتقد أنني أمثل دولتي القائم بالأعمال المصري مثلا بحكم العلاقة بين مصر وإيران كان أولا لأن شاه إيران لما توف فيما وجد أرض تستقبل إلا مصر فأخذوها عليهم وبنفس الوقت مصر لأنه علقت صورة ضخمة لخالد الإسلامبولي في وسط طهران وهذا يعني بالنسبة لمصر أن كنت شجعون على من يقتل الرؤسة والزعماء وهذا تدخل في الشأن الداخلي فنزلت العلاقة وكان مطالبات مصرية دائمة بإنزال صورة خالد الإسلامبولي وإيران ترفض وكاتبين الشهيد الملازم ووجدوا كان يحكي لك عن هذا الموضوع آه طبعا كان موضوع يعني يضايق فيما بيننا فيما بيننا آه طبعا وهم عارفين ليش نزل المستوى من سفارة إلى قائم بأعمال وجدوا الإيرانيون الفرصة مناسبة لما استشهد محمد الدرة فشالوا الإسم وغيروا اسم الشارع وحطوا محمد الدرة وكان هذا يعني مخرج لهم ولنا يعني ارتاحت مصر في هذا الشأن فهم كانوا يتدخلوا ويعلنوا هذا يعني ما كان شيء مخبأ السفير الإيراني السفير اللبناني كانت علاقتي فيه ممتاز الذي صار فيما بعد وزيرا للخارجية كان سفيرا هناك ورجل لطيف لكن كان يشعر أنهم أحيانا يتجاوزوني ويذهبوا إلى لبنان ويعودوا من لبنان وأنا كأنني آخر بن يعلم أيضا كانوا يشكوا من ذلك آه كان يشكوا لأنه صارت الخط من طهران إلى دمشق إلى لبنان خط مفتوح بدون سفير